الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي على فاضل في هذه المجموعة المباركة الموسومة بمجموعة الردي على قطاع ترك أسلم عليكم جميعا تحية مباركة طيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد في الحقيقة لما استمعت إلى هذه الصوتية يعني أخانا الفاضل أبو لقمان أرسل هذه الصوتية للأخ أبي هالك أبن الله سامنجاي وصرها فيها بالعربية ورمى وشوها وظلم دعاة غنبيا قاتبة وبأسمائهم أيضا بأنهم منحرفون وأنهم دعاة الهزبية فانبريت دفاعا ونصرا للمظلومين امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنصر أخاقا ظالما أو مظلوما وانطلاقا من قول الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فعلى ذلك هذا الأخ المتكلم أبي هالك وإن كان قد كان نفسه بأبي مالك ولكن فإمام مالك بريء من هذا الرجل ومن تصرفاته ففي الحقيقة هو تكلم بصوتية أظنه ساعة وبضع دقائق فبدأ وتكلم وتكلم حتى وصل إلى أسماء الدعاة أولا بدأ بدكتور بابا سنقن سيسي مدير جامعة الإحسان فاتهم هذا الشيخ واتهم هذا الوالد واتهم هذا الرجل الداعي الأقدي دكتور بأنه من دعاة الهزبية ففي الحقيقة كلنا نعلم من هم الهزبيون وما سفاتهم ولماذا يتحذبون لماذا يدعون الناس إلى هزبيتهم وهذا واضح جدا في كلام وفي منهج هؤلاء الفراريج آني بهم الصعافقة فقال أن الدكتور من دعاة الهزبية ومن دعاة الهزبيين ثم قال ورماه أنه خارجي يعني دكتور بابا سنقن سيسي خارجي فهو منحجه منحج الخوارج فنقول له هذا برعانكم إن كنت صادقين ولكنه جاء بكلمة وظن أن هذا دليل له بأن دكتور خارجي ماذا قال بصوته هو حرفيا قال أن هذا الرجل كما يسفه لأنه قليل الأدب والإحترام يقول أن هذا الرجل يعني بذلك دكتور أن هذا الرجل قام هنا في غنبي علنا وطعن في رئيس دولته وطعن في رئيس دولته يا إخوة لا فاضل ولكنه لم يبين كيف طعن الدكتور في رئيس دولته ولكنه لخط الأمور وخضع الناس لأنهم غشس فجر فلم يبين ذلك وفي الحقيقة استمعوا فدكتور بابا حفظه الله تعالى وراءه لما أعلنوا وأعلنوا في غنبي هنا أنهم يريدون دمج قضية الألمانية في دستور غنبي لما أعلنوا ذلك أنهم يريدون دمج هذه القضية في دستور غنبي وإضافتها فيها فقامت ضعاة أهل السنة والجماعة في مشارك البلد ومغاربها وبيّنوا للناس خطورة الألمانية وبيّنوا للناس خطورة الألمانية والمثلية وما شاكل ذلك من الأمور التي لا يجوز لمسلم غيور على دينه أن يسكت على ذلك وما بيّنوا دكتور من من الأوائل في الدعاة ومن الدعاة الذين انبروا وكرّسوا أوقاتهم وعلمهم وفصاحتهم ليبيّن للناس خبث الألمانية ولم يتكلموا في رئيس الدولة في ذلك لأن رئيس الدولة لا ناقتله ولا جمل في ذاك القضية فقط كيف أعبر النواب الذين عندنا في البرملان هم الذين يريدون أن يسألوا يعني بنعم أو لا قبل الانتخاب فالدعاة هذا من حقهم بأن يخرجوا ويبينوا للناس بأن العلمانية كذا والعلمانية تفسد كذا وتفسد كذا ففعلوا ذلك ولكنهم هم الذين يدعون السلفية هؤلاء الصعافقة هم ما رأينا لهم جهودا في ذلك وما رأينا لهم ردودا على الألمانية ولكنهم سكتوا واختبأوا سكتوا واختبأوا فكانوا يلحثون وراء ماذا وراء أخطاء الألماء وراء أخطاء الدعاة فقط هم يريدون إذا تكلم المشايخ بعد ذلك هم يأتون ويحرولون وراء المشايخ ويقولوا نحن نرد عليهم لأنهم ليسوا على السنة فدكتور بابا حفظه الله تعالى وراءه كم صبر وصابر وتحمل خبث طوية هؤلاء كم صبر وصابر وتحمل قلة أدب هؤلاء أو ماذا إلى الآن ما زال الدكتور يسبر ولا يلتفت إليهم لأن التجاهل صدقة جارية على فقراء الأدب فألا ذلك اتهم دكتور بهذا القول ودكتور بريء من من صفتي الخواري وبريء بأن يكون خارجيا وبريء بأن يكون من دعاة الحزبية ومن دعاة الحزبيين لأن التحذب الحارق والتحذب التحذب الحارق إنهم هؤلاء هؤلاء أنت سلفي إذا كنت معهم وأنت بدعي مبتدع خالص حزبي إذا خالفتهم وإن خالفتهم بمسائل سخصية مسائل إنسانية مسائل في النكاه مسائل في الأموال وما شاكل لذلك قضايا قد جرت بينك وبينهم قضايا دنيوية ألتوا ليخرجونك من السلفية كأن السلفية أصبحت جبة في رؤوسنا هم ينزعونها متى شاءوا ثم يضعونها متى شاءوا ونسأل الله السلامة والعافية والحذار الحذار لأنها ولا في الحقيقة صغار في السن حدثة الأسنان صغار في السن وحدثة الأسنان ليس لهم تجربة في الدعوة فهم نبالهم وصيوفهم ورماحهم ما يوجه إلا على دعاة التوحيد في هذا البلد لن نراهم ولن تراهم يردون على المبتدعة أمثال بعوث وفنا وأمثال هؤلاء الذين يفسدون سوفية غنبي هنا مليان أو أقول مملوئة بالسوفية من جميع طرقها إلا ورحمه الله فهم لا يردون على السوفية ولا يردون على هؤلاء كيف أعبر جماعة التبليغ ولا جماعة إخوان المسلمين ولا الإرهابيين الذين معنا هنا ما يردون عليهم هم لو رأيت أو سمعت اسم أبو مقبل أو أبو مالك اعلم أنهم يردون للمشايخ وعلى مشايخ السنة أيضا يعني بهم دعاة التوحيد في هذا البلد ونسأل الله السلامة والعافية وأنتما على علم بحالهم أكثر منا جميعا فغنبي هنا ولله الحمد والمنا الناس ولله الحمد المسالمون وشباب أمثالنا إلى الذين فوقنا وإلى الذين فوقهم الحمد لله يعرفون السنة من منبعها الصافية وليس أنهم بلد إلى درجة ذكر المعتوه البليد كيف عبر اسمه الحسن بايو الذي لا ما كان يعرف السنة إلا لما زاره أبو مالك هذا أما نحن ولله الحمد والمنا عرفنا السنة من منبعها الصافية ولله الحمد والمنا ثم نقول لهذا الرجل أعني به أبو هالك المسمى بأبي مالك أن حتى لو طعن دكتور بابا سونكون سيسي في رئيس الدولة سواء باسمه أو كناية فهل هذا يخرجه من السلفية ممكن تقول على الطول دكتور اليوم قال كلمة أبو هالك هذه الكلمة ثانياً قال يردون يردون على مشايخ البلد ليسمعهم مشايخ العرب يلحثون وراء ماذا التزكيات والريالات ثم يقولوا نحن ما نتاجر بديننا هذا المنحج منحجنا نحن ما نتاجر به عبداً وهم كذب يتاجرون بمنحجهم وإلا والله غنبي دولة أغلبيتها تتكلم بالمننكية وأغلبيتها تسمع المننكية لماذا لو أردت أن ترد على داع من الدعاة أخطأ في محاضرة له أو في خطبة له أو في درس له وخطأه كان بالمننكية والمننكيون هم الذين استمعوا إلى صوتيته وإلى دروس وهم الذين يستمعون إلى خطبه ودروسه لماذا لا ترده بالمننكية ولكن تأتي ترده بالعربية شعب غميك متى سيستفيدون من ردودك هذا ولكن كما يقال في المننكية فقط كما يقال بالمننكية فالنبي بمنس ترك هم يتسترون وراء شيء وهو أنهم على علم بأنهم مع أناس لا أقولهم مشايخ وربما هم مشايخ في بلدهم ولكنهم أولاس يرسلون إليهم هذه الصوتيات أن ما شاء الله إننا شاب في غنبي اسمه عبد الله سامنجا أبو مالك يرد على مشايخ بلده أليس هذه هي الحدادية بعينها حول ما سلم منهم أحد من مشايخنا من إمام محمد من توري إلى التهد كلهم إما مبتدع أو فاسق أو زنديق أو خارجي أو حزبي أو إخواني كلهم أليس هذه هي الحدادية بعينها ثم يرسلون هذه الصوتيات المسجلة عندهم بالعربية إلى تلكم المشايخ الذين عندهم ثم هم يزكونهم ويقولون بأنهم هم السلذيون الأقحة في البلد وهذا ما يسمن ولا يغني من جون لأن الإنسان العاقل المسلم يزكيه عمله مع الله ولن علاقته مع ربه أنت كذب نمام رعديد جبال أنت ما تعرف شيء ما عندك عدب ما عندك خلق أنت ما تتخلق بأخلاق الإسلام ثم تريد مشايخ الدنيا يزكونك والله حتى لو زكاك مشايخ الدنيا والآخرة فهذا لا يسمنك ولا يغنيك من جون لأن تباعك أو أقول لأن تينك أنت بشخصك تين سوء فأنت إذا أصبحت تين سوء وأنت تين سوء فلو زكاك كل العلماء فهذا ما يسمنك أبدا فهذا ما يسمنك لأن الإنسان يزكيه عمله كنت سلفيا بأخلاقك بسلوكياتك بتصرفاتك بمعاملاتك أما أنت تكون سلفيا بالاسم فقط بتزكيات فلان وعلان بتزكيات عمار وعامر وسعد وعتيب في الحقيقة هذا عين التلاعب بمنهج السلب ونسأل الله السلامة والعافية فهذا الرجل وشي رذمته ومن على شاكلته أو أقول هذا الدردك الذي يتكلم في العلماء الحدادي هذا الدل سامنجاي وأمصاله أبو مقبل علي ربا وأمصاله أبي الحسن كليل الخير كثير الشر وأمصاله أحمد البدوي وأمصاله المرفوع عنه القلم أثمان فردباغ سمى هؤلاء كلهم جميعا ما تركوا لنا شيخا في البلد إلا تعانوا فيه وتكلموا عليه إما وحكموا عليه فسقا أو بدعا أو فجورا أو نسأل الله السلامة والعافية ثم استمر هذا الدردك المسكين المعطوه المجنون استمر فقال أن الوالد محمد غوستر ولي تعنى في رئيس بلده ونزل حكم هذا الحديث على رئيس بلده فقال والملك الكذاب فقال الشيخ الملك الكذاب كالذي عندنا لا حول ولا قوت إلا بالله العلي العظيم وعند الله تجتمع الخصوم وعند الله تجتمع الخصوم فجاء في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله يقول للمظلوم وعزتي وجلالي لأنصر أنك ولا بعده وقال لمعاذ بن جبل واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب فعلى ذلك فالمشايخ سيصبرون ولكن جعل الله بينهم وبين هؤلاء في الحقيقة وسيضعون عليهم وتهزى بالدعاء وتزدريه وما تدري بما فعل الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها عمد وللأمد انقضعه فهؤلاء في الحقيقة عبادتهم حق لهم بأن يلعنوا هؤلاء وهم ليس لعانين كأمصال خير الذي يلعن دائما في كل صغيرة وكبيرة هو يقذف هناك ويلعن ويلعن وهو حول المشايخ في الحقيقة الحمد لله لأنهم تخلقوا بأخلاك الإسلام وإنهم آداب الإسلام لأن هؤلاء هم السلفيين بعين الحقيقة ليس هؤلاء الشرد من الذين يدعون السلفية ولكن هم الصلفيون بالصوات جميل على كل حال فالوالد ما قال هذا الحديث ثم تبقه في رئيس دولته أبدا ولكن هذا الكذاب الماكر المخادع النصاب فقد يريد أن يتهم الشيخ كد إيدنتهم يتهمون المشايخ دائما فالشيخ كان يتكلم مع شخص حديث جانبية في المزاح قال ما قال في المزاح قال ما قال لما قال ذلك في المزاح شباب في غنبي هنا أنجم أنجم من الشبان في غنبي ذهبوا إليه ونصحوه وشيخ قبل هذه النصيحة قبل هذه النصيحة ولكن هذا ليس اعتقاده فنقول هنا أيضا واحد لو قال حتى كلمة الكفر لا أقول كلمة في رئيس دولتي ولكن واحد لو قال كلمة الكفر ولكن لما قال هذه الكلمة ما كانت في أقيدته أنه يعنيها بمعنى الكلمة ما كان في نياته ذلك قالها مزاحا أو غدبا أو ما شاكل ذلك هل نحكم على هذا الشخص لأنه كافر لا أبدا فكيف تحكم على شخص قال يمزح مع شخص ما بينهم مزاح فقال ما قال ثم تقول لأجل هذه الكلمة هو خارجي وتتهمه وتأتي بحديث تقول أنه فصر هذا الحديث وأنزل حكم هذا الحديث على رئيس دولته كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة وأتدر كثيرا لأن عربية ليست واضحة كما أحببت ولكن أحاول فقط لأبلغ المعلومة إلى الناس لأنه تكلم بالعربية لو لا كلامه هو بالعربية لن تكلمنا بالعربية لأن شعبنا يفهم اللغتنا يعني به لغة الأم أكثر من لغة العرب فعلى ذلك لو تكلمنا بلغة الأم لكان أنفع وأصلح ولكنه هو له غاية في هذه الصوتية وأنا إذا لي غاية في هذه الصوتية التي أطلقها على صوتيته نصرا للمظلومين فهمت ثم استمر هذا الدردك ثم استمر هذا الدردك والمسكين هذا المعتوه أبو هالك عبدالله سامنجاي استمر يطرح وينزل التهمات على المشاهر فقال أستاذ كيبو شام أيضا خارجي لأنه طعن في رئيس دولته على المنبر على المنبر واتهمه بالجور واتهمه بالتخاذلي يعني أن كيبو شام اتهم رئيس الدولة بالجور والتخاذلي فلا حول ولا قوتها إلا بالله فعلى ذلك هذا الشيخ أيضا خارجي هذا الشيخ أيضا خارجي فهنا سؤال ولكن نحن نعلم بأن هؤلاء ليسوا بمنسفين لما كفر أخوهم وشيخهم الأكبر أو أكابر مجرمهم أعني به كيف يعبر اسمه كيف يعبر اسمه أبو مدبر لما كفر رئيس الدولة يحيى جمه ما موقفك يا أبا مالك ما موقفك في هذا هل له توبة في هذه الكلمة هل له تراجع في هذه الكلمة ولكنكم ما زلتم تنظرون إليها كذلك توحيد الصفوف وتسكتون على ذلك لأنكم لا تريدون أن تكيلوا الناس بمقيالكم الذي تكيلون به والأحوط والأحسن والأعدل أن تكونوا منصفين كيلوا الناس بمقيالكم الذي تكيلون به فإن لم تفعلوا فويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إذن أنتم إنكم مكيالين مكيال لكم كل من كلتموه بهذا المكيال فهو سلذي وسني وكل من لم تكيلوه بمقيالكم هو ليس بسنين وليس بسلذي ونسأل الله السلامة والعافية ففي الحقيقة هذا ظلم في حق المشايخ فأستاذ كيبو معروف بالسنة معروف بالسلفية معروف بدعوة الناس إلى التوحيد وهو دائما يربط الطلاب بالكتاب والسنة وليس بشخصه هو ولكن هذا الرجل الدردك هذا قال بأن الشيخ محمد تروالي قبل أن يمشي إلى كيبو قال أن الشيخ محمد تروالي ولائه وبرائه لشيخ ومرجيته كل من مع الشيخ مرجيته فهم يحبونك فأنت شيخهم وتلميزهم وصاحبهم وكل من ليس مع مرجيته فأنت عدوهم وهزبي وطالب مارك فلا حول ولا قوة إلا بالله والله لا نحن ولا المشايخ فهؤلاء ولاؤهم وبراءهم لله فقط ولاؤهم وبراءهم المطلق لله فقط ولرسوله فهذا كاد أن يكفر المشايخ كاد أن يكفرهم لأن الله يقول في كتابه عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا أباؤهم فإن كان سفة مشايخنا أنهم موادتهم أو ولاؤهم وبراءهم لشخص بعينه أعني به عمر جيته فهذا يعني أن هؤلاء ما يؤمنون بهذه الآية لو كانوا يؤمنون بهذه الآية سيعابلون كل المعاولة ولاؤهم وبراءهم يقول لله ولرسوله لا لشيخ فلان ولا لشيخ ألان ولكن الله ولا قوة إلا بالله فللصعافقة هؤلاء جرأة زائدة في اتهام الناس لهم جرأ زائدة في اتهام الناس لأن جلهم لأن جلهم جهلة لا يعرفون الينبوع من اليربوع ونسأل الله السلامة والعافية المهم ثم استمر هذا الغر في اتهام مشايخ بلده رجاء في شيء كما أصلفت القول لأنهم يقولون أنهم ما يتاجرون بهذا المنهج ولكنهم يردون على المشايخ بالأربية لأجل الريالات والدولارات أحول ولا قوت إلا بالله أين الإخلاص؟ والله أنا لو أردت أن أرد على شخص ولو كان أبي سأرده لله فقط لا للتشفي ولا للشهرة ولا للتتبع عثراتهم بل أرده لله فقط وشفقة بالمسلمين ولا أرده لأجل الريالات والدولارات ولكن الشيخ فلان سيؤتيه ريال لو فهم ذاك الشيخ بفهمه بأن هذا الرجل هو الأوحد الذي يرد على دعاة الضلالة في البلد فسيجد دولارات في عيد الأضحى وفي عيد الفتر لأنه هو الذي يرد إن كان الأمر ليس كذلك ما الداعي ما الداعي بأن تسجل صوتية طويلة إلى ساعة واحدة وزيادة بالعربية فقط ما الداعي ولكن تتاجرون بدين الله ثم ترمون المشايخ بأنهم هم الذين يتاجرون بدين الله وليس أنتم لا حول ولا قوة إلا بالله تفرون من الحرج وتدخلون في حرج آخر ونصر الله السلامة والعافية ف ثاني شيء لما اتهم أستاذ كيف وعيدا من ذلك وكيف هو بريء بأن يكون خارجيا لا حول ولا قوة إلا بالله نحن كلنا نعرف الخوارج ونعرف صفاتهم ونعرف ذعبهم وديدنتهم ونعرف أجرهم وبجرهم خروجهم ودخولهم نعرفهم نعرفهم في هذا البلد وفي خارجها كيف يكون هذا الشيخ خارجيا كيف يكون دكتور خارجيا كيف يكون شيخ محمد ترول خارجيا ثم تكلم وأنا لم أستمع إلى جميع صوتاته ولكن في ستدد له أيضا كان خطبة ساعتين خطبة ساعتين تكلم في جميع المشايخ وذكر منهم أستاذ فاكيب السيسي بأن هذا الرجل أيضا خارجي ثم ذكر أستاذ عمر قيت أن هذا أيضا خارجي ثم ذكر كيمو سيدي كان أن هذا أيضا خارجي ما زال يذكر أستاذ باكيب مفادي أن هذا أيضا خارجي لماذا لأنه لا علم بأن هؤلاء المشايخ وبين تلك المشايخ في مملكة في المملكة ترابط وعلاقة متينة منهجية يريد يفسد ذلك حتى هو أفسد بعض شي لأن الناس يحقرون هذا الرجل ويظنون أقواله وهينا وهو عظيم